بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الدارسين في محاضرة جديدة في مقرر مبادئ المحاسبة واحد اليوم نتناول الوحدة السادسة بعنوان المحاسبة عن عمليات البضاعة accounting for merchandising operations في هذه الوحدة التعليمية سوف نتناول مجموعة من العناصر نبدأها بمقدمة نوضح فيها الفرق بين عمليات البضاعة والأصول الثابتة ثم نتناول كل عمليات مشتريات البضاعة ثم عمليات بيع البضاعة ثم نتناول قائمة الدخل في المنشآت التجارية ثم بعد ذلك نتناول ما يسمى بالحسابات الختامية وفي النهاية نتناول قائمة المركز المالي أو الميزانية في المنشآت التجارية بمعنى آخر يركز هذا الفصل على العمليات التي تتم داخل المنشآت التجارية التي تقوم بشراء وبيع البضاعة وهذا الفصل يختلف عن الفصل الرابع الذي تناولنا فيه القوائم المالية ولكن كان تركيزنا في الفصل الرابع على المنشآت الخدمية التي تقدم خدمات اليوم نتناول المنشآت التجارية التي تتعامل في البضائع بالشراء والبيع نبدأ بداية بمقدمة نوضح فيها الفرق بين عمليات البضاعة والأصول الثابتة حيث أن عمليات البضاعة تتمثل في العمليات الخاصة بشراء وبيع السلع التي تتاجر فيها المنشآت وهنا يجب أن نلاحظ أن الأصول الثابتة تعالج بشكل مختلف عن عمليات البضاعة حيث قد يحدث بعض اللابس لدى المبتدئ في دراسة المحاسبة حيث يسمع كلمة شراء وبيع ولكن لابد من التركيز على الكلمة التي ترد بعد كلمة شراء وبيع هل هي عملية بضاعة هل الشراء والبيع تم على بضاعة أم أن الشراء والبيع تم على أصل ثابت فكلاهما ذو طبيعة مختلفة ومن ثم فإن المعالجة المحاسبية تختلف لكل نوع منهما أولا بالنسبة للأصول الثابتة فإنه يفتح لها حساب باسمها نظرا لأنها تشترى بغرض الاستخدام في النشاط ولفترة زمنية طويلة فإنه واجب أن يفتح لها حسابا باسمها يمثلها ويتابعها طول الفترة الزمنية الطويلة التي تحتفظ فيها المنشآة بهذه الأصول الثابتة لذلك يفتح حساب لكل أصل ثابت يسمى باسمه فمثلا نجد حساب الأثاس حساب السيارات وكذلك حساب الألات في كل الأحوال حساب الأصل الثابت يجعل مدينة عند الشراء لأنه أصل والأصل مدين وعند زيادته يصبح مدين ويكون العكس دائنا عند البيع هذا باختصار شديد الأصول الثابتة كل أصل ثابت يفتح له حساب باسمه يجعل مدينة عند الشراء ودائنا عند البيع أما بالنسبة لعمليات البضاعة فإنها تعالج على حسب ما إذا كانت هي عملية شراء بضاعة أم أنها كانت عملية بيع بضاعة فإذا كانت عملية شراء بضاعة فالبضاعة إما أن تكون مشتراه فإنه يفتح لها حسابا باسمها يسمى بحساب المشتريات هذا الحساب يمثل حساب مصروف وبالتالي المصروف دائما مدين أو ينشأ مدين ويزيد مدين وإما أن تكون البضاعة مباعة وكذلك يفتح لها حسابا باسمها يسمى بحساب المبيعات وفي هذه الحالة حساب المبيعات يعتبر إراد والإراد طبيعاته دائن وينشأ دائن ويزيد أيضا يكون دائن أمال كلمة البضاعة نستخدم كلمة البضاعة أو كلمة المخزون لتعبر عن رصيد البضاعة فقط في بداية ونهاية الفترة فقط يعني لا نستخدم كلمة المخزون أو البضاعة إلا في بداية ونهاية الفترة للتعبير عن رصيد البضاعة يكفي الإشارة هنا إلى أن هذا الرسم أو هذا الشكل يمثل طريقة معينة من طرق معالجة عمليات البضاعة وتسمى بطريقة الجرد الدوري والتي تستخدم فيها حسابي المشتريات والمبيعات بينما توجد طريقة أخرى تسمى بطريقة الجرد المستمر يظهر فيها حساب للبضاعة أو المخزون ويظهر عند كل عملية شراء وعند كل عملية بيع لكننا نكتفي في هذا الفصل بدراسة الطريقة الأولى فقط والتي تسمى بطريقة الجرد الدوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر